استهل وسط الجمهورية مجيد عمور زيارة العمل إلى ولاية ميلا بزيارة عديد المؤسسات الاقتصادية والوحادات الانتاجية المعنية بشكل مباشر بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتقرب من الاستثمارات الانتاجية المحلية منها رخص الاستغلال المؤقتة وتمكن المستثمرين من النشاط والدخول مرحلة الانتاج حيث تم منح 17 رخصة منها عقود امتياز بالمناطق الصناعية وعقود امتياز للفلاحين ورخص الاستغلال الاستثنائية صوفيان بوعون رصاد التالي وصلنا إلى ويتميرا سمحت لنا الظروب أن نشوف بعض المشاريع الاستثمارية التي كانت عالقة والتي تم منحها رخصة استغلال الاستثنائية وباست في انتاج وكما قمنا بمعاية بعض النقاط التي كانت تفتقد لبعض الشروط الحياة وتم برمجت عدة مشاريع تم انجازها ومن خلالها تم تحسين الاطار المعيشي المواطن شرع رئيس لجنة الصحة والعمل وتضمن الوطني في مجلس الامة بزيارة تفقدية لولايتي تيزي وزو حيث قام بزيارة المستشفى الجامعية ندير محمد ووقف على واقع الهياكل الصحية واستمعوا أيضا لمختلف الانشغالات كما زار مستشفى بلورة ومستشفى الامراض العقلية وكذلك الوحدة الصناعية لمواد صيدلانية الخاصة بمرض السكري متابعة تفاصيل في ميكروفون فارس بوغلال كانت شرف لنا باش ظلنا عدة مصالح بمستشفى تيزي وزو المصلحة الجراحية المصلحة العطفال المصلحة الطب الداخلي المخابر وعدة مصالح وشفنا طلعنا على كل المشاكل والأساتذة والأطباء يعيشوها وكذلك بطبيعة الحال المواطن التعويلات التي تزيوزو دلنا جلسة مع كل رؤساء المصالح طولي بروفسر شيف دي سيرويس 56 اللي بارك وتناقشنا مع المدير العام ومع رئيس الصحة في الولايات